بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم لازلنا وإياكم تلميذ الرابع المتوسطة مع مقطع شعوب العالم يوجد شعوب كثيرة أثر فيها التطور الحاصل في العالم فبدأت تزول تقاليدها وعادتها شيئا فشيئا وهذا واقع حاصل موجود وهناك أيضا بالمقابل دول تمسكت بأصالتها وتقاليدها مع تطورها وازدهارها بلد متطور للغاية ومحافظ على أصالته للغاية أكيد أن أول بلدين يعني يأتياني على ذهنك هما اليابان والصين درستم اليابان والصين في مادة التاريخ والجغرافيا درستم اليابان والصين طيب لاحظ معي الآن نصهم بعنوان الشعب الياباني برأيك عن ماذا سيتحدث هذا الكاتب في هذا النص الشعب الياباني أول ما يخطر ببالك وأنه سيتحدث عن خاصا إذا رأيت هذه الصورة حيث يتحدث عن هذا البلد شعبه عادته تقاليده لباسه كل هذا يوحي به العنوان وهذه الصورة سنقرأ بإذن الله هذا النص ونرى عن ماذا يحدثنا أنيس محمد منصور في هذا النص الشعب الياباني أنت لم ترى أجمل ما في آسيا إذا لم تذهب إلى اليابان أنت لا تقدر معنى الذوق الجميل في اللباس وفي البيت والشارع إذا لم تذهب إلى اليابان أنا لم أعرف أن طفولتي كانت تعيسة إلا عندما ذهبت إلى اليابان فقد رأيت أطفالا في ملابس رجال ورأيت رجالا في سعادة أطفال لا تزال طوكيو أجمل مدينة رأيتها ليلا في اليابان حتى الآن فالشوارع تصبح خيوطها من اللؤلؤ والإعلانات هنا باهرة لها أشكال وألوان عجيبة وعلى أسطح البيوت أباريق الشاي تمتلئ بالنور الأحمر وتفرغ ما فيها من فيفا ناجينة تكاد تسقط فوق رؤوس الناس كل يوم تتغير فكرتي عن هذه البلاد كنت أتصور أن اليابان بلاد صغيرة يسكنها شعب ضئيل الحجم يأكل في أطباق صغيرة وملاعق صغيرة ويقعد على الأرض ويمشي في زحام شديد كأنه موج البحر ولكني وجدت اليابان ليست صغيرة فعدد سكانها أكثر من مائة مليون وليسوا جميعا من الأقزام ففيهم أناس طوال القامة بيض الوجوه جدا وليس كل شيء صغير عندهم ففي توكيو أعلى برج في العالم أعلى من برج إيفل بباريس وإذا كانت عندهم هواتف صغيرة فإن لديهم محطات ومصانع مساحتها شاسعة فاليابان ليست صغيرة وإنما هي عملاق يخطو إلى الوراء فتظن أنه يتراجع ولكنه في الحقيقة يتحفز ليقفز إلى الأمام كأن القمر نزل من السماء وتكسر قطعا قطعا فوق مدينة توكيو كل شيء منير وملون ومتحرك الحارات الصغيرة أجمل من الشوارع الكبيرة وأكثر عفاريت وملائكة من الميادين والمطاعم الكبيرة نظيفة جدا والمطاعم الصغيرة فيها حياة أناس يضحكون بلا حساب ويأكلون بلا حساب سيونارة ومعناها باليابانية وداعا وداعا يا بلاد الذوق والأدب والانحناء الذي ليس له أول ولا آخر وداعا يا بلاد لا تعرف الإنجليزية وتقول نعم دائما إذا فهمت وإذا لم تفهم وداعا يا بلاد اللؤلؤ والجيشة ويسكن نصف أهلها في بيوت من الخشب وداعا يا بلاد الشمس المشريقة فوق السحاب والمشريقة دائما في وجوه الرجال والنساء وداعا يا بلاد تأكل السمك النيئ وتضع السكر في الصلصة وتسلق البصل والفجل والخيزمان وتأكل على حصيرة ناعمة وتستمع إلى الضفادع البشرية وهي تغني في ملابس الجيشة وداعا يا بلاد الشمس التي أشرقت في نفسي ولن تغرب أبدا سينارى سينارى إذن هذا هو النص كاتب النص هو أنيس منصور من كتابه حول العالم في مئتي يوم طيب لمن يكتب أنيس منصور هذا النص يكتب هذا النص لعامة القراء أنيس منصور يكتب هذا النص لجميع القراء كل من يقرأ نصه يستطيع أن يفهم أن يمقصده طيب لماذا يكتب لماذا كتب هذا النص كتب أنيس منصور هذا النص حتى يعرفنا بشعب اليابان ويزيل التصورات الخاطئة التي تدور حوله جميل إذن أنيس منصور في هذا النص عرفنا بشعب اليابان ما هو شعب اليابان كيف كان يراه وكيف وجده في الحقيقة أزلت كتصورات الخاطئة التي كانت تدور حوله شعب صغير كنت أتصور أن اليابان بلد صغير يسكنها شعب ضائل الحجم يعني كأنه رسوم متحركة طيب إذن ما هي الفكرة اليابانية الفكرة العامة التي نستخلصها من هذا النص هي أن اليابان بشعبه زينة للعيون وبهجة للقلوب الشعب الياباني ترك في أنيس منصور انطباعا حسنا ترك فيه الصرور والبهجة إذن اليابان بشعبه زينة للعيون وبهجة للقلوب طيب لاحظ معي الآن الجيشة هنا يتكلم عن الجيشة كثيرا كلمة يابانية مكونة من مفردتين جي وتعني فنان والشا وتعني إنسان يعني إنسان فنان والكلمة تطلق على نوع من الفتيات الخادمات التي لا يوجدن فنون الغناء والمصلح والاستعراض إذن هؤلاء هم الجيشة لاحظ معي هنا أبحث في قاموسي عن مشتقات كلمة يخطو وأوظفها في جمال وصفية طيب يخطو يخطو من مشتقاتها يخطو خطة خطوة تخط خطة خطط اختطى من خطة يعني مشى تخطى أي تجاوز أيضا من مشتقاتها خاطة خاطة الثوبة إذا خاطة يعني الثوب يعني يخط الثوب هذه المشتقات من مشتقات كلمة يعني يخطو هذا الجزر الخاء والطاء والوو لاحظ معي الآن الفقرة الأولى يعني الفكرة الأولى تجمع بين يعني من أنت لم ترى أجمل ما في أسيا إلى فوق رؤوس الناس طيب لاحظ معي عبر الكاتب عن عاطفة إعجاب وإكبار يعني شديدين لليابانيين يؤكد ذلك قوله أنت لم ترى أجمل من ذلك قوله أنت لم ترى أجمل ما في أسيا انظر أجمل اسم تفضيل لم ترى أجمل ما في أسيا إذا لم تذهب إلى اليابان أنت لا تقدر معنى الذوق الجميل في اللباس وفي البيت والشارع إذا لم تذهب إلى اليابان إذن كل هذا يعني إعجاب وانبهار باليابان لاحظ معي أيضا ماذا قال أنا لم أعرف أن طفولتي كانت تعيسة إلا عندما ذهبت إلى اليابان فقد رأيت أطفالا في ملابس رجال ورأيت رجالا في سعادة الأطفال ما معنى رجالا في سعادة الأطفال يعني أن هؤلاء الكبار روحهم كالأطفال مرحا روحهم كالأطفال مرحا وصغارهم طيب كيف صغارهم صغارهم يحملون الرجولة والحزم أي أطفالا في ملابس رجال أطفال طفل لما تراه كأنه رجل ما شاء الله عليه حازم ويعرف ورجالا في سعادة الأطفال ولعلك يعني مما يؤكد هذا القول لو تذهب إلى حصة فهم المنطوق التي صورناها أسباب تفوق التعليم في اليابان ترى الحزم الذي يعيش أطفالهم كيف يعيشون أطفالهم كيف يعيشون يرجع لذلك الفيديو يعني تعرف أطفالهم كيف يعيشون أطفالهم يتحملون المسؤولية أي فقد رأيت أطفالا في ملابس رجال ورأيت رجالا في سعادة الأطفال أي أن الكبار روحهم كالأطفال مرحا وصغارهم يحملون رجولة وحزما جميل إذن من هذا يتبين لك أن أن الكاتب يعجب يعجب بماذا باليابانيين وأكبرهم وأعجبه فيهم ماذا روحهم المرحة إذن كفكرة لهذه الفقرات الثلاثة الصغيرة الإعجاب والإكبار الشديدين باليابانيين وروحهم وروحهم المرحة وروحهم المرحة طيب نأتي الآن إلى الفكرة الثانية من كل يوم حتى يأكلون بلا حساب النص لم يخلو من المرح والسخرية من ذلك قوله كنت أتصور اليابان بلاد أن اليابان بلاد صغيرة يسكنها شعب ضائل تماما؟ إذن كل هذا كان يمزح ثم يعطيك الحقيقة التي يراها ليسوا جميعا من الأقزام ففيهم أناس طوال القامة إذن كل هذا يتحدث عن اليابان ووصف الشعب الياباني انظر كأن القمر نزل من السماء وتكسر قطعا فوق مدينة طوكيو انظر يصف مدينة طوكيو الضوء الذي فيها إذن كفكرة ثانية وصف الشعب الياباني بجميل الصفات وحسن الأخلاق وصف الشعب الياباني بجميل الصفات وحسن الأخلاق طيب هنا أنه وداع لمدينة طوكيو كيف ودعها كيف ودعها الكاتب ودع طوكيو وفي قلبه كل جميل رأى فيها ما لم يره من قبل ومن ذلك انظر هنا يودع وداعا يا بلاد اللؤلؤ وداعا يا بلاد الشمس سينارة سينارة معناها وداعا إذن تشتمل على الوداع انظر وفي ذهنه بقي راصخا بعض الأمور بلادا تأكل السمك النية تضع السكر في الصلصة تسليق البصل والفجل والخيزنان إذن وداع الياباني وداعا يصحبه كل أثر جميل على القلب والروح إذن هذه الفكرة الثالثة وداع الياباني وداعا يصحبه كل أثر جميل على القلب والروح باللسبة لنمط النص يعني يبرز في النص النمط الوصفي لاحظ معي أنت لم تر أجمل أجمل ما في آسيا إذن اليابان هي أجمل ما في آسيا هذا اسم التفضيل وهو من مؤشرات النمط الوصفي أيضا انظر فقد رأيت أطفالا في ملابس رجال انظر هذه جملة نعتية ورأيت رجالا في سعادة الأطفال هذه أيضا جمل نعتية وصف أيضا الشعب الياباني انظر كنت أتصور أن اليابان بلاد صغيرة انظر نعت يسكنها شعب ضائل الحجم انظر ويأكل في أطباق صغيرة ملاعق صغيرة انظر التشبيه كأنه موج البحري إذن هذه كلها يعني من مؤشرات النمط الوصفي الصور البيانية النعوت لاحظ كأن القمر نازل من السماء انظر كأنه التشبيه انظر وصف أيضا الحارات الحارات الصغيرة والمطاعم الكبيرة نظيفة جدا انظر المطاعم الكبيرة المطاعم الصغيرة إذن هذا النمط الوصفي طيب هل هناك النمط هل في هذا النص النمط الوصفي فقط لا الكاتب كان يحمل فكرة عن اليابان فقد كان يتصور اليابان بلادا صغيرة وكانت هذه الفكرة سلبية هذه الفكرة السلبية تغيرت تغيرت وفق ما رآه من خلال زيارته فمن رأى ليس كمن سمع طيب هو الآن تغيرت فكرته فأراد أن يدافع عن فكرته الجديدة ماذا استخدم؟ استخدم الشواهد الواقعية استخدم الشواهد الواقعية انظر ولكني وجدت اليابان ليست صغيرة ففيهم أناس انظر ففيهم أناس طوال القامة طوال القامة ففي توكيو أعلى برج في العالم فإن لديهم محطات انظر كل هذه شواهد واقعية أمور كان يراها استخدم أيضا للكاتب مجموعة من الروابط مثلا انظر ولكنني وجدت اليابان لكنني ولكنه في الحقيقة انظر لكن هذه للتعرض والمقابلة عندي السببية وجدت اليابان ليست صغيرة فعدد السكان انظر ففيهم أناس تمام طيب عندي أيضا التأكيد إنما إنما هي عملاق فإن لديهم هذه الروابط التأكيد إذن هذه المؤشرات تشير إلى النمط الحجاجي إذن النص اعتمد على النمط الحجاجي من خلال تبين الكاتب لموقفه الأول ودفاعه عن فكرته الجديدة مستخدما الشواهد الواقعية كما تقاطع هذا النمط مع النمط الوصفي وذلك في معرض ذكره للشواهد الواقعية وهو يدكر الشواهد الواقعية يعني كان يصفه في الآل نفسه طيب وضف الكاتب ضمير المخاطب أنت ما الدلالة التي يضيفها هذا الضمير إلى المعنى طيب هنا ضمير المخاطب ماذا يقصد به؟ يقصد به أنت القارئ هنا يحيي على القارئ إذن هذه إحالة يعني كما نسمي إحالة مقامية دلالتها ما هي؟ تشويق القارئ قارئ وإثارته لزيارة اليابان والتعرف عليها إذن هذا الضمير يعني ما دلالته ما فائلته تشويق القارئ وإثارته لزيارة اليابان والتعرف عليها امتاز النص بعنصر التجدد والإثارة ما الذي أكسبه هاتين الصفتين برأيه؟ طيب النص امتاز بعنصر التجدد والإثارة الذي أكسبه هاتين الصفتين وأسلوب الفكاه والمرح لدى الكاتب خاصة هنا من فقرة أمر واحد مين ثلاثة فقرة الرابعة كل يوم تتغير فكرتي لاحظ كنت أتصور أن اليابان بلاد صغيرة يسكنها طيب أيضا طغيان الجمل الفعلية طغيان الجمل الفعلية التي تفيد دوام الاستمرار بخلاف الجمل الإسمية تفيد الثبوت والدوام بالنسبة للروابط التي وظفها الكاتب وحققت اتساق النص نحن عندنا الروابط نوعا روابط لغوية نسميها روابط لفظية لغوية وروابط منطقية أو معنوية من بين الروابط من بين الروابط اللغوية الوالدة في النص انظر الإعلانات هنا باهرة أسماء لشارة وتفرغ ما فيها للأسماء الموصولة أيضا عندي حروف الجر مثلا على أسطح البيوت وتكسر قطعا قطعا انظر حروف العطف والمطاعم حروف العطف إذن هذه أسماء الإشارة أسماء الموصولة حروف الجر وحروف العطف والضمائر في النص في كل مكان بالنسبة للروابط المنطقية عندي أيضا روابط السببية فقد رأيت ففيهم فعدد عندي أيضا قوله حتى الآن حتى الآن حتى الآن هذه روابط الزمنية انظر فإن لديهم فإن لديهم روابط التأكيد لكنني وجدته لكنه فيه انظر لكني ولكنه هذه روابط التعارض تمام نفع الله بكم وبرك الله فيكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته